بعدما تحولت قصة ديك الأبيار إلى حدث عالمي تداولته أكبر القنوات التلفزيونية الدولية كشفت مديرية الأمن الوطني اليوم أن الفيديو يعود إلى شهر مارس 2017 نفية احتجاز الديك كما أشارت إلى أن مصالحها استدعت صاحب الفيديو الذي سرح أن جاره هو من تعمد الترويج للفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنه كان يقصد المزاح والدعابة فقط وبذلك تم اختار وكيل الجمهورية بالقضية